بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسمي محمد وعلى لبيت الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ومولايا يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين ما خاب من تمسك بكم وأمني من سار على نهجكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا على الله أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين أمين أمين ذكرنا في الليلة الماضية أود أن أوجز ما طرحناه في الليلة الماضية حتى يستمر لأنه البحث مستمر وسيستمر إلى كم ليلة إن شاء الله من الليالي القادمة طرحنا في الليلة الماضية سؤالاً وقلنا أن هذا السؤال يولد أسئلة ولعله آخر محاضرة سنجيب على نفس السؤال السؤال أنه ما هي الحاجة إلى الدين لماذا نحتاج الدين وتولد سؤال من هذا السؤال أنه ما الداعي لطرح هذا السؤال لماذا نطرح هذا السؤال لماذا أبناؤنا يطرحون هذا السؤال وذكرنا أن هناك ثلاثة أسباب تدعو إلى طرح هذا التساؤل ذكرنا أحدها الإنبهار بالعلم ومنجزاته الثاني الواقع المتخلف للكثير من المجتمعات الدينية دعا البعض يطرح هذا التساؤل والسبب الثالث هو القانون لما يرون أنه القانون يرى الإنسان المعاصر أن القانون يتكلف بإدارة شؤون الإنسان وبحفظه على كل حال وحفظ حقوقه فجعله ذلك يشكك بالحاجة إلى الدين اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة الليلة عفواً في هذه المحاضرة نطرح تساؤلاً آخر أيضاً له علاقة بالتساؤل الأول وهو أن الحاجة إلى الدين هل هي حاجة فطرية وجودية بعبارة أخرى نابعة من ذات الإنسان من داخل الإنسان أم أنها حاجة طارئة على الإنسان لأن الإنسان عنده حاجات من نوعين عنده حاجات ذاتية فطرية بما هو إنسان يحتاجها مثل حاجة للهواء حاجة للأكل حاجة للشرب هذه مو حاجات طارئة هذه حاجات ذاتية فطرية وهناك حاجات لا حاجات طارئة على الإنسان كثير من الحاجات الآن اللي يحتاجها الإنسان هي طارئة حاجة الإنسان للسيارة طارئة حاجة الإنسان للكهرباء طارئة صحيح الإنسان الآن ما يقدر يعيش بدون كهرباء لكن حاجة للكهرباء مو حاجة أساسية مو نابعة من ذاته يعني يقدر الإنسان في الصحراء يعيش بدون كهرباء مثلا فهل الحاجة إلى الدين أساسا هي حاجة فطرية من قبيل الحاجات الأولى حاجة وجودية أم أنها حاجة طارئة طبعا ما الداعي أيضا لطرح هذا التساؤل الداعي لطرح هذا التساؤل بعض الفلاسفة بعض المفكرين ادعوا أن الإنسان نتيجة مروره بظروف معينة في بداياته في بداية تواجد على ظهر الكوكب هذا الذي نعيش فيه في بداياته كان يمر بظروف معينة دعته أن يلجأ إلى الغيب هذه الظروف الآن تبدلت ما الهداعي طبعا ذكروا عدة نظريات بهذا المجال راح نذكر نظرياتهم أولا نظريات النافين للحاجة الفطرية وأن الدين حاجة وجودية للإنسان سنذكر أدلة هؤلاء الذين قالوا أن حاجة الإنسان للدين حاجة طارئة وبعدها لما نكمل بمحاضرتين أو ثلاثة نجيب على السؤال من انطلاقا من وجهة النظر الدينية أنه وجهة نظر القائلين بأن الحاجة للدين هي حاجة فطرية وحاجة وجودية كما نعتقد كمؤمنين النظرية الأولى التي وجدت بهذا الصدد تسمى نظرية الجهل شنو هاي نظرية الجهل ذول المفكرين الفلاسفة اللي يتبنوا هذه النظرية قالوا أن الإنسان لأنه مر بظروف كان يجهل فيها الأسباب الطبيعية لما يحصل لما يحدث يشوف زلازل يشوف براكين كوارث طبيعية ظواهر طبيعية يشوف أمراض يشوف أوبئة إلى آخره ولا يعرف أسبابها يجهل أسبابها فكان يكلها إلى الغيب وأن هناك قدرة وقوة هائلة هي التي تؤثر وتجري هذه الأشياء لأنه لا يعرف أسبابها ولما كان يجهل هذه الأسباب لجأ إلى ماذا؟ لجأ إلى الاعتقاد بوجود إله هو يتصرف بهذه وأخذ طبعا بطبيعة الحال أخذ يسترضي هذا الإله يسترضيه بالعبادة والطقوس أوجد الطقوس أوجد العبادات أوجد الشكر لاستدامة في حالة الرفاه لما كان يعيش بحالة من الرفاه كان حتى يديم هذه الحالة من الرفاه كأوجد طقوس الشكر مثلا إلى آخره هذا بإيجاز شديد مجمل نظرية الجهل والتي اتكأ عليها بعض العلماء والمفكرين الملحدين أو السملحد أو عند موقف على كل حال من الدين وربما أشهر العلماء المعاصرين الذين اعتمدوا على هذه النظرية في نفي وجود الله عز وجل هو الفيزيائي المعروف الذي توفي قبل سنة لعله ستيفن هوكينغ البريطاني هذا لعله أشهر شخصية فيزيائية في العصر الحديث ربما بعد أنشتاين هذا الرجل يقول في أحد كتبه عد كتاب أجوبة قصيرة على أسئلة كبيرة طبع بعد وفاته يذكر بهذا المعنى يقول إحنا نعلل الظواهر الطبيعية حين تعليل الظواهر الطبيعية وبيان وكشف الظواهر الطبيعية ما نحتاج إلى الله يعني إحنا نحتاج إلى العلم العلم يكشف لنا الظواهر لما نكشف الظاهرة ما نحتاج إلى وجود الله حتى نعرف أسباب فتنحل القضية بدون الاعتقاد بوجود إله مؤثر هو صحيح هو صحيح أساني مو في مقام الرد على النظرية بعدنا لكن كلام ستيفن هوكينغ تحديدا صحيح أنه العلم يكشف لنا ظواهر الطبيعة وأسبابها هذا يقوله المؤمن ويقوله غير المؤمن حتى المؤمن المؤمن أيضا يقول أن العلم يكشف لنا أسباب الظواهر الطبيعية الكلام موهنا الكلام من الذي بث الروح في هذه القوانين التي تحكم الطبيعة وينتظم الوجود كله فيها من الذي أولج فيها الحياة من الذي أولج فيها الروح من الذي رجح الوجود على العدم هذا الوجود الموجود بعد أن لم يكن ثم كان من الذي رجح وجوده على العدم من الذي أوجده هذا الكلام أما الكلام أن العلم كشف لنا الظواهر نحن أيضا نقول كمؤمنين هو ستيفن نفسه لو كان مؤمن أيضا سيقول نفس هذه القضية أن العلم يكشف لنا أسباب الظواهر الطبيعية وقضية جديدة يعني على كل حال في مقام الجواب على هذه النظرية وفي مقام الرد لهذه النظرية نرد بجملة من الردود الرد الأول في الحقيقة أن العلم صحيح كشفنا الكثير من الغاز الكون وأسرار الطبيعة ولكن العلم اقتصر جوابه على السؤال بكيف ولم يجب على السؤال لماذا يعني إحنا لما نجل أي ظاهرة طبيعية الآن أي ظاهرة طبيعية خذ مثلا نأخذ على سبيل المثال هذا الفرخ اللي في البيضة مثلا فرخ الطائر هذا في البيضة فرخ الطائر في البيضة سابقا كان الإنسان يجهل ما الذي يحصل داخل هذه البيضة كيف يخرج هذا الطائر كان يجهل الإنسان هذا طيب الآن لما العلم استطاع أن يكشف لنا المراحل التي يمر بها هذا الفرخ داخل البيضة حتى يصل إلى حجم معين إلى عمر معين في اليوم الواحد والعشرين يبدأ يفقس البيضة بمنقاره ثم يخرج منها هذا صحيح كله كشفه لنا العلم جزاها الله خير ولا ينكر أحد ذلك ولكن لماذا لماذا بالواحد وعشرين ينقر الطائر هذه البيضة ويخرج منها ليش مو قبل هذا الوقت وليش مو بعد هذا الوقت ومن الذي أوحى لهذا الطائر وألهمه أن يضرب هذه القشرة مثلاً ويخرج من البيضة في هذا الوقت تحديداً لماذا لم يبقى فربما بقي وربما قبل هذا الوقت وكذلك نفس القضية بالنسبة إلى الجنين الجنين في بطن الأم العلم اكتشفنا التطور وكيف يتطور من حالة إلى حالة أطوار الجنين في رحم أمه لكن العلم ما قل لنا أنه ليش بالتسعة تشهر يطلع ليش ما يظل ما قل لنا العلم ليش بالتسعة تشهر يتوقف الانشطار في الخلايا والنمو الذي يحصل في الجنين تصور لو بقيت جنين في بطن أمه إلى مثلاً العشرة أشهر إلى الهدع الشهر إلى الاثنع الشهر مثلاً ويبقى ينمو ما الذي يحصل ليش في هذا الوقت تحديداً من الذي ألهمه من الذي صمم هذا المخلوق بهذه الطريقة برمجه بهذه الطريقة بحيث أنه ينولد فيها فالعلم أجاب على كيف ولكن لم يجب على لماذا هذا أحد الفيزيائيين الكبار شفت لك كلمة جميلة أيضاً من الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء عند كلمة عند كتاب اسم الأغريق والطبيعة يقول يذكر فيه كتابة هذا يقول صحيح العلم أجاب على الكثير من الأسئلة وأنا ألاحظ الصور التي كشفها لي العلم تحيط بي من كل جانب ومكان ولكنها ناقصة شنو اللي ناقصها؟ يقول اللي ناقصها أكو أشياء ملتصقة بي أنا كإنسان العلم ما قل لي بيها ما قل لي عنها شيء اللذة والألم ما قل لي عنهم شيء العلم يقول ما فسرهم إلي العلم اللذة والألم الحلاوة والمرارة الحسن والقبح الأشياء لم يقل فيها العلم شيء بقي في منعه يقول بعض التفسيرات أوجده بعض التفسيرات ولكنه بالدعائه هو كلمته يقول ولكنها هذه التفسيرات وهذه الأجواء من السخف بحيث أنه لا يمكن قبولها فيبقى هذا السؤال وهناك أيضا أسئلة أخرى كبرى شغلت البشرية منذ القدم وإلى الآن وستبقى إلى يوم يبعثون أسئلة لا يجيب عنها العلم لا يجيب عنها إلا الدين شنو هاي الأسئلة الأسئلة من أين إلى أين ولماذا السؤال اللي ذكرنا في البداية من أين أتى هذا الكون من أين أتينا نحن هذا العلم يقف حائر يتخبط بينما الدين عنده أجوبة حاسمة في هذا الصدد وتشترك الأديان السماوية جميعا بهذه الأجوبة على اختلافها وربما تختلف بالتفاصيل أيضا لكنه الجواب الكبير جواب موحد عند كل الأديان كل الأديان تقول أنه الإنسان بدايته من أين أتى نهايته إلى أين سيمضي إلى الله عز وجل وإلى يوم القيامة وبينهما لماذا يحمل رسالة الإنسان هذه الأسئلة الثلاثة الكبرى ما يجيب عنها العلم ويقف حائر أمامها إلى أين ماضين العلم ما يقول لك خلص ينتهي الإنسان يموت ينتهي راح أما أنه سيقف بين يدي الله تعالى وهذا في الحقيقة أنت تعال فسر لي أنه شن العبث هذا أن مجرم قاتل يموت هو والضحية ويتساوى كل شيء ينتهي كل شيء أي عبث تصبح عبث القضية مجرم روّع إنسان أكل حقوق الآخرين والآخرون ليس لهم القدرة على استرداد حقوقهم أو صح الباقي الثنين يموتون ينتهي كل شيء يقول الشاعر فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء ما ممكن أن الروح إلى إلى المجهول الروح إلى نهاية في القبر وينتهي كل شيء أبدا سميها ما شئت تسميها طبيعة تسمي الله تسمي خالق تسمي هذا الذي أوجد الكون بهذه الحكمة التي أوجد فيها هذا الكون لا يمكن أن تكون النهاية يتحول الإنسان إلى تراب وينتهي كل شيء يقول إيليا أبو ماضي في قصيدتها الرائعة الدمعة الخرساء يقول قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى صدق الذي قال الحياة غرور أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها البنى وتموره معقولة ينتهي كل شيء يعني لا أبدا في يوم من الأيام يقولون في زمن الرشيد القضية تنسب لأبي العتاهية وشفت آخرين ينسبوها إلى أشخاص آخرين المهم الغرض أصل القضية وشاية كاذبة يبدو رجل كان بريء أو دعه في السجن فإجه السجان يجيب للطعام شاف كاتب على جدار السجن أما والله أن الظلم لؤم وما زال الظلوم هو الملوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في المعاد إذا التقينا غدا عند المليك من الظلوم لو لا اعتقاد الإنسان بأنه أكو حساب وأكو عقاب ويقف بين يدي الله تعالى لا لا يعني الحياة تصبح ما تطاق جحيم طيب فإذا من أين أتينا إلى أين ماضين وبينهما إذا افترضنا أن القضية عبث والقضية ما فيها هدف وما فيها غرض من الخلقة الإنسان اللي ما عنده هدف بالحياة ولذلك يكثر الانتحار وتكثر أمراض الكعاب والأمراض النفسية في المجتمعات التي تعتقد أنها في الحقيقة خلقت لا لشيء ووجدت لا لشيء ماكو رسالة أما الدين يقول لك لا ما خلقت وما خلقت السماء والأرض وما بينهما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ويقول لك وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون أسأل ليعبدون مو يعني ليعبدون يعني كل واحد قاعد صومعت ويدزم له سبحة ويظل يصلي موها يعبدون يعني يعبدون يعني لكي يسيروا في خط الإصلاح إصلاح الأرض إصلاح الإنسان كل ما يصلح شأن الإنسان هو عبادة كل ما يصلح حال المجتمع هو عبادة كل ما يصلح الأرض هو عبادة الإنسان الصالح الإنسان الذي يخدم الإنسان الإنسان الذي عند عطاء للآخرين عند عطاء للأرض هذه التي نعيش عليها المجتمع الذي يعيش فيه هذا هو الإنسان الصالح على كل حال فإذا لابد من من ماذا من أجوبة لهذه الأسئلة العلم لا يعطي جواب إذن الدين يتقدم بالأجوبة هذا أولا ثانيا الجواب الثاني إحنا نرى أن البشرية الآن مع كل هذا التقدم في العلوم لكن ما زال كبار نتكلم عن مجتمعات حتى عن علماء كبار في مختلف المجالات بالفيزياء بالأحياء بالفلك بالرياضيات إلى آخره مؤمنين يعني ما كم ملازمة أنه ما دام الآن الإنسان عرف الأسباب الطبيعية الأسباب للظواهر الطبيعية أو عرف الغاز الحياة إذن لابد أن ينكر وجود الله عز وجل لا يؤمن بدين والحال ليس كذلك الآن العلماء حتى إحصاءات أكو شفت إحصاءات جميلة بهذا الصدد هذا أكو كاتب مصري اسمه فاروق شريف عند كتاب اسمه مئة عام من جوائز نوبل فيعمل دراسة على الذين استحقوا جائزة نوبل وذولا كلهم فيزياء وأحياء ورياضيات وكيمي إلى آخره فلك فعامل عليهم دراسة عشرة بالمئة فقط عشرة بالمئة فقط هي جائزة نوبل ابتدأت كما تعلمون ألف وتسعمائة وواحد إذا إلى ألفين وواحد مئة سنة ما أخذها وعامل إحصاء عشرة بالمئة فقط هم غير المؤمنين طبعا غير المؤمنين أيضا يجيهم مو كلهم ملحدين لأنه غير المؤمنين بيهم من ضمنهم مثلا لا أدريين هذا اللي ما عنده موقف يعني حيادي لا أدري فيطلع بالنتيجة يقول مو أكثر من أربعة بالمئة الملحدين منهم طيب هؤلاء علماء وحلوا الألغاز وعرفوا الأسباب الطبيعية ظلوا على إيمانهم دراسة أخرى شفتها للجامعة في هيوستن جامعة رايس في هيوستن أيضا عامل دراسة على عشرة آلاف من العلماء تحديدا الفيزياء والأحياء ما أخذين عشرة آلاف نموذج ومن أماكن مختلفة من تايوان من هونغ كونغ من الهند من أمريكا من بريطانيا فرنسا إيطاليا ما أخذين عينات عشرة آلاف عالم وعاملين عليهم دراسة في قضية الإيمان وعدم الإيمان أيضا يذكرون نسبة ضئيلة جدا تصل إلى الأربعة بالمئة منهم ما عدا فرنسا وبريطانيا ما عدا فرنسا وبريطانيا تطلع نسبة المؤمنين أكثر بكثير من نسبة الملحدين واللاأدريين وغير المؤمنين فالغرض أنه مع أن العلم تقدم كثيرا لكنه بقى الإنسان يؤمن طبعا إحنا لما نقول يؤمن بدين مو بالضرورة يؤمن بدين معين يعني لا يؤمن بدين بهذا المقدار يؤمن بوجود خالق للكول ويؤمن بوجود صلة بين الإنسان وبين الخالق وهو الوحي هالمقدار هذا أسأل ربما يكون مسلم ربما يكون مسيحي ربما يكون يهودي لآخره طيب إذن هذا الجواب الثاني الجواب الثالث الجواب الثالث أنه أنتوا تفترضون أن الجهل هو الطريق للإيمان بالله عز وجل هذه مصادرة أنتوا صادرتون صادرت المؤمنين المؤمنون لا يدعون ذلك المؤمنون بالله عز وجل لا يدعون أن الجهل هو الذي يقودهم إلى الله بالعكس أن المعرفة هي التي تقودهم إلى الله يعني أنتم تقولون ما لم نقله وتتهمونا بما لا نعتقد به المؤمنون يعتقدون أنهم إنما استدلوا على الله بهذه الظواهر الطبيعية المتماسكة المنسجمة القوانين المتراصة التي لا تفاوت فيها ولذلك من 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 اوضح الادلة على وجود الله ومن اقوى الادلة ومن اهم الادلة التي يستدل بها علماء اللاهوت الديني هو دليل النظم دليل النظم قائم على اساس المعرفة قائم على اساس المعرفة القوانين المؤمنين لما مثلا يقولون بوجود الله عز وجل مو انه يريدون ينفون العلل الطبيعية والبعض يصور انه احنا لما نقول الله فعل كذا يعني اقول انا الله شافاني دولا يعتقدون انه لما يقول الله شافاني يعني اتنكر للاسباب الطبيعية العلاج اللي اخذته والطبيب اللي رحت له اوصف لهذا العلاج لا ابدا هذه كلها علل تنتهي الى العلة الاولى لانه لا يمكن استحالة عقلية هاي بعد مدين هاي قضية عقلية لا يمكن ان تستمر سلسلة العلل الى ما لا نهاية لا بد ان تصل الى حد هذا الحد الذي تصل اليه هو الله عز وجل هو الخالق علة العلل يسمى فنحن نقول بذلك ولذلك نحن لا نعتقد حتى في الدعاء الدعاء احنا ما نعتقد بي انه يتجاوز كل العلل ويحل مشكلة الانسان ابدا حاشا لله هو الذي اوجد القوانين لا يتجاوز عليها نعم الدعاء يجي عامل مساعد في هداية الانسان ان يصل الى هذه العلة الصحيحة لا يظل يتخبط هذا اثر الدعاء الامام امير المؤمنين في هاي اللقطة الرائعة في حياته الشريفة لما يجي يشوف لواحد بباب الجامع لازم الناقة مالت وقد اصابها اجلكم الله اتجرب مرض جلدي يصيب النياق او الحيوانات في ذلك الزمان فيلتفت لالامام يقول له هلا داويتها هاي المسكين الام داويها قال له يا ابا الحسن لقد داويتها بالدعاء فيقول لالامام سلام الله عليه يقول له صحيح الدعاء لكن اخلط مع دعائك شيئا من القطيران حط لها علاج جيب لها دواء حط لها وادعو الله عز وجل اما بس تدعو الله ما راح طيب الطالب اللي يعتقد انه يدعو الله حتى ينجاح هذا يضحك على نفسه والانسان اللي يدعو الله يرزقه بدون ان يتحرك هذا يضحك على نفسه واللي عنده حاجة عنده عمل معين ويدعو الله انه يرزقه بدون ما يغير وبدون ما يجهز وبدون ما يخطط وما يدرس المشروع هذا يضحك على نفسه الله لا يستجيب هذه الدعوات بدون ان يسعى الانسان الى تحصيل الاسباب الطبيعية فاذا وحتى القرآن انت شوف لو نرجع للقرآن القرآن الكريم يريد يبني هذه الذهنية الذهنية العلمية عند المسلمين شوف القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم شنو معناها معناها انه لا تتبع بدون علم او لا تتخذ نتيجة بدون علم او لا تتبنى شيء بدون علم يتقيما للعلم ولا تقف ما ليس لك به علم العلم الى حضور في القرآن الكريم في الامام الباقر قبل الامام الباقر النبي صلى الله عليه وآله يقول ان فضل العالم على العابد فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم اقلكم منه ايمانا علما اخلاقا فضلي كنبي عليه هذا فضل العالم على العابد الامام الباقر صلى الله عليه عنده كلمة رائعة اخرى يقول عالم ينتفع بعلمه احنا لا نصور العالم نكون لابس اعمامه ولحي تطويله العالم هذا القاعد بالمختبر اللي سوانا حبت البنسلين وخلصنا منها الاوبئة هذا اللي يخفف الام الانسان بحبه بجرعة من الدواء هذا اللي انارنا الدنيا هذا اللي سهلنا الحياة هذا اللي يخلانا ننتقل من مكان الى مكان بعيد بسهولة هذا اللي سهلنا طرق الحياة الى اخره من الانجازات عالم ينتفع بعلمه افضل عند الله من سبعين الف عابد العابد ما ينفع على نفسه في حالة صدقه ما ينفع على نفسه اما العالم لحشة اخر طيب هس رب قائل يقول طيب سيدنا اذا هتشي القرآن والاسلام يحث على العلم ويعطي قيمة للعلم بل اكثر من ذلك هس نجي الى الاشكال اكثر من ذلك ان القرآن فيه او الاسلام عموما فيه منظومة لبناء الفكر المسلم المفروض من خلال مثلا تجي ايات في القرآن الكريم كلها تحث على التدبر وعلى التعقل وعلى التفكر لعلهم يتدبرون لعلهم يعقلون لعلهم ما ادري يتفكرون لعلهم تحث على ماذا؟ على طلب العلم تجي الى نمط اخر اسلوب اخر ايضا يتخذه القرآن في اثارة او تعليم الانسان المسلم على اثارة الاسعلة يقول اسعل لا الظل على هذا اللي عندك وجامد عليهم وكأنه الدنيا توقفت لا دائما ولذلك كثرة في القرآن اولا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسألوا اهل التخصص معناه اكونوا ناس متخصصين هذا من جانب من جانب اخر كثرت في القرآن صيغة يسألونك يجون يسألون النبي صلى الله عليه وآله عن اسئلة جديدة باعتبار دين جديد ومنظومة حياة جديدة فالنبي صلى الله عليه وآله ايضا يجيبهم القرآن ما ذكرنا القضية بصيغة مثلا من افرض يريد ان يعرف عن الاهلة لا ابدا الموت يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحاج يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتامة يسألونك عن المحيض يسألونك عن الانفال يسألونك يسألونك الاخرين يسألونك عن الروح كثرة استخدام هذه الصيغة صيغة يسألونك في الواقع هي إثارة للمسلمين على أهمية السؤال التعلم حتى يتعلم الإنسان سؤل ابن عباس قال لولا بما حويت هذا العلم الغزير قال بلسان سؤول وقلب عقول عندي لسان يسأل بكثرة أسأل لأنه المعلومة أنتم ملاحظين أو لا المعلومة اللي يحصل عليه الإنسان بالسؤال تركز في الذهن وتخلط في الذهن أكثر من المعلومة اللي يقراها بكتاب الإنسان ملاحظين هذا المعنى أو لا التلاحظ قاري كتاب بجوز ما تستحضر من عنده ولا سطر لكنه سائل لك سؤال قبل عشرين سنة لحد الآن جوابه بذهنك النبي صلى الله عليه وآله عند كلمة جميلة بهذا المجال يقول العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر على السؤال أربع لاحظ حتى التحفيز على السؤال فإنه يؤجر على السؤال أربع أربع أشخاص يؤجرون على السؤال السائل والمجيب والمستبع لهما والمحب لهم هؤلاء هؤلاء كلهم يؤجرون ببركة السؤال فالقرآن الكريم يريد يثير هذه النزعة العلمية عند المسلمين طيب هسا يجي الإشكال هنا يقول لك سيدنا شاء ذا تقول القرآن يريد يثير النزعة العلمية عند المسلمين شو نحن نشوف المسلمين ما شاء الله يعني يعني عند دائما نقول حتى مو متخلفين متقهقرين يعني يرجعون إلى الوراء المتخلف جيد يعني يتبع الناس لكنه متخلف عنهم أما المتقهقر لا اللي الناس تمشي مناه ويمشي بالمقلوب زين وين هذا التربية القرآنية الحث تقولون على العلم والديني حث على العلم شو الجماعة متقهق في الحقيقة جوابا على هذا الإشكال ما لم يتحرر المسلمون وبعض الأحيان أكو شبهة تركبوا براس الإنسان تسبب له التخلف هناك شبهة تمكنت من المسلمين وهي أن العلم هو سلاح خصمهم باعتبار الغربيين الغرب عموما يعتبروا خصم المسلمين لهم والعلم سلاح عند الغربيين يعني العلم عندهم وليدهم الشرعي فإذا لا بد من أخذ موقف سلبي من العلم بعد لما عدنا مشكلة عد مشكلة معينة يصاب بمرض الله يبعد عنكم مرض معين ماكو داعي تروح للطبيب هذا إيجاك على واتساب يقول لك سول عملية فلانية اقرأ الدعاء الفلاني سول الذكر الفلاني وأنت الطيب بعد علي من علم إذا تنحل القضية بها السهولة بعد عليها من أطلب علم حتى تشوفون هاي الرسائل اللي تيجي على واتساب اللي متعرف أصلها شنو مشروعها شنو من وين جاية حتى ناخذ حذر من عدها تيجيك لذة لتشبيها اقرأ ما أدري شنو طالع ذاك اليوم واحد على الفضائيات يقول لهم اللي بيته نمل أو عقارب حيات خليق رسولة النمل كلها يروح طيب إذا قرأتها وما راح جيب هاي البثباف هذا رشها بمكانها ستشوفها كلها ينقتل ساعة الساعة بلله أردقر ميتين من رسولة النمل عليها تموت نملة وحدة شنو هالدجل هذا شنو هالانغلاق هذا شنو هالموقف السلبي من العلم إذا ما نحرر العلم من هذه البراثن إذا ما نحرر العلم من هذا الفهم الخاطئ نبقى ندور في دوامة مظلمة ويبقون المسلمون من سيئ إلى أسوأ يا أخي أكون موقف سلبي بالله شعور موجود حتى لو شعوريا هسا واحد يقول لا لا أنا ما أمني بهذا بالله شعور موجود ولا شنو معناها طبيب عنده شهادات من أرقى الجامعات العالمية ويومية داز لك رسالة أنك إذا تريد راسك ما أدري وجع الراس صداع الراس اقرأ كذا الدعاء الفلاني وراسك يطيب وهو طبيب هذا شنو معناها معناها هذا باللا شعور جاي حرك اللا شعور عنده موقف سلبي من العلم ما لم نتحرر يا أخي والله أكو يعني قضايا غير يعني معقولة أكو ناس تفكر بهذه الطريقة رجل دين يطلع على التلفزيون على فضائية عراقية مشهورة يقولهم جنوب أفريقيا ما دروان أجل الله السامعين ماعز وبصوت أجش قالهم أنه أنت أصابكم الله وبصوت وبلغة صريحة فهمها الناس أنت أصابكم الله سبحانه وتعالى بهذا المرض مرض نقص المناعة الإيدس بسبب بعدكم عن أحكام الله عز وجل وتجاوزكم على حدود الله عز وجل شنال الخرافات شنال شنال الأساطير شنال الكلام اللي لا يرضي الله عز وجل يبعد الإنسان عن عالمه يبعد اكسبوا العلم يكسبكم الحياة يقول علي بن أبي طالب شوف إمامك شو يقول وشوف إحنا وين يقولهم اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة ولذلك ظلوا المسلمين متخلفين وما راح يتحر ما راح يخلصون من هذا التخلف أبدا والتقهقر إذا ما يغيرون المنظومة الذهنية يبقون يسبحون فيه يلتهون بقضايا ويسموها علوم يجيبون أشياء كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم دخل للجامع شاف واحد مجتمع عليها الناس قالهم هذا شنو قال لولا هذا علامة قالهم يعني شنو العلامة بمفهومكم شو تقصدون بالعلامة قال لولا العلامة اللي يعرف بأيام الناس وأيام الجاهلية وأيام الناس يعني تاريخهم والمعارك وإلى آخره الشغلات هاي هذا نسميه علامة قصص يسأل فيهم قصص قال لهم هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله أكو علوم لا تنفع من علمها ولا تضر من جهلها هاي العلم الآن اللي وإحنا عدنا موقف سلبي تدري إلى الآن جامعاتنا الديني عفوا جامعاتنا الشرقية هناك في بلداننا إلى الآن عدها موقف من العلوم الإنسانية علوم اللسانيات هاي اللي الآن العلم قفز قفزات هائلة في هذا المجال وترك بصمات واضحة جدا على حضارة الإنسان المعاصر إحنا إلى الآن أكو موقف سلبي منها علوم الإنساني الألسانيات ممنوعة الانتربولوجيا ممنوعة وعلم التافق التاريخ ممنوع وفق الكذا ممنوع وكل شيء ممنوع الفلسفة أكو موقف سلبي منها وكيف رح نصل إلى ما وصل إليه الآخرون كيف رح نلحق بركب الحضارة فالإسلام لا الإسلام يحفز على طلب العلم يحفز على أن يكون المسلمون في الصدارة في الحقيقة العلم الذي ينفع صاحبه العلم الذي يجعل صاحبه يعرف يتخذ موقف في اللحظات الحرجة عنده وعي يتخذ موقف مو يجي يسأل عن دم البعوض وهو يشترك بقتل الحسين يقتل الحسين ما يسأل أنه هذا يجوز إراقة دمه لو ما يجوز لكن البعوض يسأل عنها نجس دمه لو مو نجس هذا اللون من الغباء اللي متستر بستار العلم هؤلاء الذين أو أولئك الذين وقفوا في قبال الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء أيضا كان منهم من يعتبر من حملة الحديث وحملة الفقه وحملة ما كانوا كلهم ملقطيهم جهلة يعني أبدا لكن أي علم هذا اللي ما يخلي ميز ما يخلي يهتدي إلى الحق وإلى الباطل حتى نعرف الفرق بين من يتخذ الموقف عن معرفة لاحظ هذا اللي يأذن له الحسين ولا ينصرف شنو من معرفة عنده شنو من وعي عنده ترى اللي ما عنده وعي ما يمكن يصمد هذا الصمود اللي ما عنده وعي بقضيته وإيمان بقضيته ما يمكن أن يقول للحسين إماما اللي هو متبعه يقول له أذنت لك بالانصراف هو يقول له لا والله لا أفارقك حتى أقطع بالسيوف قطعة قطعة هذا العلم اللي ينفع العلم اللي يهدي صاحبه أما علمه إنت توقف وياريتهم اكتفوا بقتل الحسين وقتل الرجال يهجمون على مخيمه صلوات الله وسلامه عليه يروعون النساء يروعون الأطفال حملت على الأكوار يقول أحد الأدباء حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار بنات رسول الله عائلة رسول الله يعني لو كان رسول الله حاضر هاي عائلته عائلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمل سبايا من بلد إلى بلد وأشد البلدان عليها الشام حينما أودعت في الشام وأودعوا في تلك الخربة يقول بعض المؤرخين كانت الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها كلما ضاق صدرها تخرج رأسها من باب الخريبة تنظر إلى رأس أخيها الحسين على مصلوب على باب قصر يزيد ابن معاوية يا راس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنيت فريسة الأوغادي أخوي علم صعبك لحرم لذة العيش أخوي وبعد عينك يا أخوي حسين ما عيش أكيد تشكو همومها إلى رأس أخيه الحسين لأنها على طول تلك المسيرة لم تجد من تشكو من تبث إليه همومها وأشجانها أتقل أخوي ما قدر بعد للهضم ما قدر ما قدر يا رولابي يا أحمل ضام أكفار أخوي لو أن القلب يا حسين مرمى أخوي من المصا بشات فطار ترجع الحوراء زينب لكن إلى أين ترجع ترجع إلى خربة لا تقيهم من حار ولذلك لما شكت إلى أخيها محمد بن الحنفية أتقل أخي محمد أو دعونا في خربة لم تقينا من الحار أتقل أخوي لو دار محمد ما دري تش صار لو دار لو دار صف دمعيك تدموم لو دار يا عائر صرت أتبع في عائل طف لو دار لو دار إلى هذا الحال دهري وصل بي إلى هذا الحال دهري وصل يا عائل بي هل تعودون يا كرام علينا أمقضى ذو الجلال لأن لا تعودوا كيف مرات تلك اللياء لا تبع ضاياً ثم آبت أيامنا وهي سود يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله تقبل أعمالنا بأحسن قبولك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا مريضاً إلا شفيت لا سيم المنظورين منهم اللهم البسهم ثوب الصحة والعافية يا الله ولا فاسداً من أمورنا إلا أصلحته ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها ولا ديناً إلا قضيته المؤسسين لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك أهلنا في العراق اللهم لا تسلط عليهم من لا يهابك ولا يرحمهم اللهم اجعل كلمتهم هي العليا وكلمة من أراد بهم سوء هي السفلة يا الله المؤسسين لهذا المجلس تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك إلى أمواتهم وأمواتنا جميعاً من مات على الإيمان خصوصاً إلى أرواح علمائنا مراجعنا شهدائنا لا سيما إلى شهداء المقابر الجماعية رحم الله من قرأ الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد